ما فينا نقول أنه في أفق مسدود نحن بالنهاية مسؤولين عن انتخاب رئيس كنواب وككتلة نيابية وقوة سياسية ونحن على صعيد الطيار نحن أو ككتلة لبنان الأول نحن إيجابيين طبعا طالما كانت الأمور المطروحة منطقية وفيها من العقلانية ما يوصل إلى حال لذلك يعني كل اللي عبين اتطرح اليوم من استبعاد حل بالوقت الأصير نحن يعني لم نتبنيه ولا منقول أنه هذا الشي هو اللي لازم يصير أو هو اللي عم يصير نحن اليوم منفتحين على الحوار منفتحين على إذا بدك كل المبادرات الإقليمية والدولية ومن بين القطر والفرنسي ونحن عم نتعامل إيجابيا مع كل هذه المبادرات حتى مبادرة الرئيس بري كل ما طلبناه بما خاص هذه المبادرة توضيحات عن شكل الحوار شروط حطيته شروط لا ما حطينا شروط لما يحكي الرئيس تيار عن ظروف للداج هذا نعم 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 أنت اليوم أصلا الرئيس بري وضع شروط على نفسه بالبداية لأنه أنا بعمل الحوار وبروح على جلسات مفتوحة لذلك يعني أولا الحوار نحن مش بس متلقين لدعوة نحن هذا الحوار نحن هو نحن منوضع أطره نحن منشتغل على أساس الاتفاق اللي صار لإقامته للحوار ما بيقدر حدا نيجي إلنا أنا بدي حطكن على هيد الطاولة وبتعدوا بهذه الغرفة وبتطلعوا هيد النتيجة لا نحن إلنا رأي بشكل الحوار يعني نحن كمان اليوم بالدوحة صار في حوارات وصار في انتاجية لاتفاق اسمه اتفاق الدوحة وبالطاقف صار في حوارات وصار في نحن كنا خارجه ولكن صار في اتفاق الطاقف الحوارات اللي عم بتصير طاولة الحوار وصعوا البكار يعني لما تحطوا هالأدي شروط وهالأدي أعنوين لاتفاق نحن لما عم نقول أنه أولا شكل الحوار مش بالضرورة يكون معلب مثل الحوار طبع 2006 يعني طاولة وحدة بقاعة بمجلس النواب على ابتعد علي كل الناس وبدوا نطرحوا أسامي عليها ما بتصير هيكل أمور نحن عم نقول أنه بده يكون في جلسات جلسة افتتاحية جلسات نقاش ومشاورات جانبية بده يكون في راعي أو إذا بدك وسيط بين الناس لحتى أنه يقرب وجهات النظر ما في الرئيس بره إذا كان هو عم بيقول أنه بده يدير هذا الحوار عم بيقعد هو عم بيدير هذا الحوار هو طرف بهذا الإشكال الحاصل بالبلد وهو أحد طرفي أحد أحد الطرفي هو بدر أنه يكون راعي هذا الحوار أنا اليوم فيني أنا اليوم كقوة سياسية يقول أني أنا بدي إرعى حوار اللي هو كمان طرف الرئيس بره بس هو بطبيعة الحال عميق مش كأنه هو عم يتصرف كونه رئيس مجلس هلأ نحن اليوم نحن اليوم نحن لو عنا رئيس جمهورية ما كنا رحنا عايد الحوار بس اليوم رئيس المجلس عم بيقوم بهذا الدور خليني يصوي بالرئيس بره بوقت من الأوقات قيل أنا ما رح دير الحوار أنا طرف غير رأيه وقيل أنا بدي دير الحوار طيب نحن هل أنه الرئيس بره ساعت لبده بيغير رأيه وبروح نحن لما قيل أنا ما رح دير الحوار نحن كنا مرحبين هو طرف مش تفهم اليوم أنه الرئيس بره لا 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 نحن أصلا ما تتابع الملف يعني طبعا الحوار اللي دعا نحن اليوم حريصين على أنه الرئيس بره بعت مفادين للرئيس التيار لا يكون واضح ولا يجرب أنه توصلوا المحل لنقاط مشتركة عظيم 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 نحن خصوصي أنه رئيس التيار بالأول كان أبدأ تجاوب ولكن صار في عملية تراجع أبدأ تجاوب اليوم لما الرئيس بره بخطابه يلي بذكرى الإمام موسى الصدر صحيح عندما أطلق المبادرة أطلق المبادرة وقال أنه هذا الحوار شكله هايك ونحن أو قال أنه هاي الحوار يليه جلسات متتالية طيب هدا شيء إيجابة لما فتنا بالتفاصيل بلاش يقول الرئيس بره تفاصيل كمان نحن عندنا رأي يعني نحن مش مقموعين مش حدا منعنا نقول رأينا مش حدا فيه يقول أنه نحن ما فينا نقول رأينا يعني بيحطلنا العلبي الرئيس بره وفوت معد فيه لا نحن نروح على حوار نحن حتين أسسه ومتفقين لأنه نحن حارسين لا مش بالشكل نحن حارسين أنه الحوار يوصل لمحات نحن حارسين ما نضيع وقت في أفريقاء سياسيين بدون يضيعوا وقت رئيسهم تحين اللحظة الإقليمية أو الدولية نحن حارسين أن نروح ونطلع بانتخابات رئيس ونحن مدركين وبالعمق مدركين أنه هيدا هيدا المشاورات أو هيدا الحوار ممكن أن نروح نفتح جلسات متتالية ونطلع برئيس بنهاية لذلك نحن عم نتصرف بمسؤولية وعم نتصرف بجدية هيدا الملاحظات عم تحطوها على شكل الحوار بس عم ضمون الحوار هل موافقين أنه نروح نحن ببند وحيد مثل ما قال الرئيس بره موضوع اسم الرئيس ونتفق عليه ليش لا ولكن هل أنه اسم الرئيس ما بيترفع مع برنامج هيدا الرئيس شو يعني برنامج حكومة شكل الحكومة ما في حكومة شركة بالسلطات شو يعني شكل برنامج برنامج المرحلة نحن كتيار حطينا شي اسمه ورقة الأولويات الرئيسية هيدا برنامج المرحلة المقبلة وطرحناه على القوى السياسية برمنا وعطيناه للقوى السياسية اليوم السيد حسن لما بآخر كلمة طلع أنه نحن ورقة الأولويات الرئيسية عم نبحثها نحن والطيار وطني الحر وتوصلنا إلى شبه تفاهم على مضمونة لذلك اليوم المضمون طبع الأوراق السياسية وبرنامج العمل للمرحلة المقبلة ضروري أنه تكون متفق على القوى السياسية شخص الرئيس يعني من دون اتفاق ما بيمشي كيف بديك تتفق يعني أنا اليوم بنحط الشروط على الرئيس قبل ما يبلش لما نقول برنامج عهده يعني هو الرئيس بيجي منو هاي الرئيس اللي جاي بأغلبيته النيابية والسياسية اليوم نحن مطلوب صوتنا هيدا الصوت اي مشروط نحن صوتنا يلي بدو نجيب رئيس اي مشروط مينو هيدا الرئيس يلي عنده 85 نيب وعايزنا نحن نحط عليه شروط مدام إذا عم نجيب رئيس عنده عنده ما عنده ولا نيب أو لنه نيب ولا عنده كتلة نيبية وبدو يقلنا ما بتحطوا عليه شروط لكن شو بدنا نعمل نحن يعني شو نحن دورنا كقوة سياسية طيب عظيم بس تجربتكن اليوم لما كان عماد عون برئاسة الجمهورية ما لأنه كان فيه انتو بتقولوا انه فيه من ايجا كبله لأنه حط عليه شروط ما نجح عهده اليوم عم تعملوا انت شيء بالعاكس لا افشيل عهد العماد عون تم بمؤامرة كبرى دولية وأقليمية وبأدوات محلية شو بدك هلا ما حدا حط شروط على العماد عون العماد عون عمل اتفاقات وهيدي الاتفاقات قدت إلى وصوله إلى رئيسة الجمهورية وأول سنتين لـ 2019 كانت الأمور عم تمشي ولكن يعني تم وضع عراقيل إلى أن انفجر الوضع وتم الانهيار الاقتصادي المدبر يلي انفجر يلي هو موجود من عدة سنوات وفجروا بعهد العماد عون فهذا هو اللي صار يعني بعهد العماد عون بدك نفوت بتفاصيل ومنفوت بالمضمون لا شيء يقارن بما حصل معنا